بطلاً لنسخة السابعة عشر لكأس العالم للأندية البطلة في كرة القدم توجى بالدوحة القطرية فريق باير ميونيخ الألماني على إثر فوزه على فريق تيجريس المكسيكي بهدف واحد مقابل صفر وسجلت دول الفرنسي بنيامين بافار الهدف الوحيد لفريقه البافاري في الدقيقة التاسعة والخمسين في هذه المباراة النهائية التي جرت أتوارها بمنعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية وبهذا التتويج أصبح باير ميونيخ تحت إدارة مدربه هانزي فليك ثاني فريق بعد فريق برشلون الإسباني في 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب متتالية وهي بطل دور أبطال أوروبا وبطل كأس السوبر الأوروبية والدور والكأس وكأس السوبر المحلي إضافة إلى بطولة العالم للأندية البطلة ويأتي فريق تيجريس المكسيكي في المركز الثاني بفوزه بفضية البطولة التي أقيمت هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا والتي حرمت العديد من الجماهير المحبين لكرة القدم من متابعة أنديتهم المفضلة مباشرة أما الأهل المصري ممثل كرة القدم العربية بطل أفريقيا فقد تمكن من انتزاع الميدالية البرونزية في البطولة من فريق بلا ميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية